معنا من واشنطن عبر سكايب مراسل الحدث حسينة طوض حسين مساء الخير شكرا لك معنا كيف تنظر اليوم الولايات المتحدة إلى كل هذه التطورات على الساحة الإسرائيلية الموقف الأمريكي أيضا من توعد بن يمين نتنياهو بالرد مبروك دعنا نبدأ أولا بالنسبة لهذا الصاروخ حتى الآن لا يوجد أي موقف رسمي أمريكي توصل مع مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض ومع البنتاجون لكن حتى الآن لم نتوصل بأي رد حول أسئلتنا المتعلقة بكيفية وصول هذا الصاروخ من دون رصده طبعا هذا يطرح الكثير من الأسئلة هناك أصول وقدرات عسكرية أمريكية في البحر الأحمر تشمل أجهزة مراقبة يعني الصاروخ كان من المفترض أن يتم رصده عندما أطلق من اليمن قبل أن يصل إلى إسرائيل ولذلك السؤال كيف وصل إلى إسرائيل من دون إسقاطه قبل ذلك ولكن كما قلنا لا يوجد موقف رسمي حتى من حارس الازدهار حسين حتى من مهمة حارس الازدهار الموجودة في البحر الأحمر نعم حتى الآن ليس لدينا أي موقف رسمي من الولايات المتحدة بشأن كيف مر هذا الصاروخ حارس الازدهار أو غيره من الأسطور العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة والتي كان يقول الأمريكيون أنها موجودة لحماية الملاحة وأنها قادرة على الرصد وهناك رادارات ترصد إطلاق الصواريخ ولكن طبعا ما يتم الحديث عنه هو تكهنات وليس مواقف رسمية ننتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لموضوع التصعيد بشكل عام طبعا الولايات المتحدة ما زالت على موقفها الذي يشدد عليه المسؤولين الأمريكيون بأنها لا تريد التصعيد في المنطقة وهناك زيارة سيقوم بها هوكشتاين إلى المنطقة سيبدأ بين إسرائيل بهدف خفض التصعيد إن كنا نتحدث مع حركة حماس أو مع الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان إذن الولايات المتحدة لا تريد أن نكون هناك تصعيدا في المنطقة هي غير مرتاحة وعبر عن ذلك أكثر من مرة مسؤولوها عن أن تتوسع لقعة الصراع خارج نطاق الحرب بين إسرائيل وبين حركة حماس في غزة طبعا هذا الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين سيكون له تداعيات بطبيعة الحال خاصة مع تعاهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه سيرد لا نعرف إلى أي مدى سيطفق معه الأمريكيون لكن نحن نعرف أن الولايات المتحدة دائما تقول بأنها تقف ما تسميه بحق إسرائيل بالرد وبالدفاع عن نفسها وقد يأتي الرد الإسرائيلي في هذا الصياق والولايات المتحدة دائما تدعم إسرائيل في هذا المجال ولكن كما قلنا الأمريكيون يصرون على ضرورة عدم التصعيد وعدم فتح جبهات أخرى بين إسرائيل وبين حزب الله أو بين الحوثيين شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر سكايب مراسل الحدث حسين الطوض على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة